يجب أن نذهب إلى أي مكان في هذا العالم لكي نقول أننا ضد قتلة الأطفال ضد نيتنياهو، ضد بايدن، ضد شولتس وضد كل قتلة الأطفال في هذا العالم أظن أني مقتر لأعطيكم تفسيرا لعدم وجود القارب هنا فالطقس هو السبب تخيل أنك في منتصف قناة الإنجليزية في منتصف الليل في قارب خشبي قديم حيث نظرنا إلى الطقس واعتقدنا أننا لا نستطيع المخاطرة لذلك أنا آسف شكرا لحضوركم وتواجدكم هنا وتكبدكم المشاق أنتم حقا مجموعة رائعة نحن هنا كشعب يهودي لإظهار التضامن مع شعب فلسطين وشعب غزة الذي يعاني بشدة تحت السيطرة السيونية لذلك نحن كيهود نجد كل فرصة ونشعر بأننا مضطرون لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني ولنظهر لهم أن العالم بحاجة إلى الاستيقاظ ونأمل أن يظهر المزيد من الدعم لهم نأمل حقا أن تستيقظ الحكومة في بريطانيا والحكومة في الولايات المتحدة وتبدأان في دعم الشعب الفلسطيني لأنهم إذا كانوا يريدون دعم دولة إسرائيل من خلال دعم اليهود فإن رسالتنا لهم هي أن دعم دولة إسرائيل لا يعني بأي حال من الأحوال دعما لليهودية ولا للشعب اليهودي على الإطلاق نأمل حقا أن نرى تاريخ فلسطين الحقيقية حيث يعيش اليهود والمسلمون والمسيحيون مرة أخرى بسلام وإن شاء الله من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين